وزيرة البيئة الإسرائيلية جيلا جاملائل أصرت وأكدت على اتهام إيران بممارسة الإرهاب البيئي بالموازات مع الإرهاب النووي جيلا جاملائل سردت تفاصيل الحادثة بداية من أن السفينة التي حملت اسم آميرالدا رفعت علم بنما وكانت مملكة لشركة ليبية السفينة أبحرت من إيران عبر الخليج مرورا بقناة السويس والمياه الإسرائيلية وصولا إلى سوريا جاملائل أشارت إلى أن السفينة الإيرانية كانت تحمل شحنة نفط مقرصنة متجهة إلى سوريا لدعم النظام هناك النقلة الإيرانية وعند دخولها المياه الإسرائيلية تعمدت تعطيل نظام التتبع الملاحي ليوم كامل بين الأول والثاني من فبراير تقول وزيرة البيئة الإسرائيلية أنه في ذلك اليوم قامت بتفريغ أطنان من القطران الأسود قبلت السواحل ثم غادرت إلى سوريا وبعد نقل الشحنة النفطية إلى سوريا عادت أدراجها إلى إيران بعد أن تسببت بأسوأ كارثة بيئية لإسرائيل وتقول وزارة البيئة الإسرائيلية أن ما عرضته في التحقيقات هي أدلة ظرفية قوية على أن سفينة الإيرانية مسؤولة عن التسرب المتعمد بدورها قالت الشركة الوطنية للنقل البحري التي تمتلكها ليبيا أنها كانت تملك السفينة لكنها باعتها في مزاد في ديسمبر الفائت ترجمة نانسي قنقر